عقد مكتب مجلس المستشارين اليوم الاثنين اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس المجلس حكيم بن شماش تناول مجموعة من النقط تهم التشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية كما توقف عند برنامج اجتماعات اللجان الدائمة والمؤقتة والأسئلة الشفاهية والجلسة الشهرية المقرر عقدها غدا أثلاثاء على إثر نشر إحدى المواقع الإلكترونية مؤخرا على خبر مفادوا أن عدد وخمسين برلمانيين قد استفادوا ما يسمى بريع المونديل وأنهم استفادوا من الصفر على نفقة الدولة إلى روسيا فأريد أن أؤكد تمت مناقشة هذا المسألة داخل المكسب وأريد أن أؤكد أن هذا الخبر كلها عارية من الصحة ولتنوير الرئيس العام أؤكد أن المجلس ينفي هذا الخبر جملة وتفصيلة وأننا كمجلس مستشاري لم نتوصل بأي مرسلة أو أي دعوة لا من الجامعة أو من جهات أخرى بخصوص الحضور في مبارية المونديل علما بطبيعة الحال أن البرلماني يبقى دائما مواطن وأنه له الحق في الصفر إلى روسيا مكفول شريطة أن يتحمل بطبيعة الحال نفقات من طرف هذا البرلماني هذه مسألة التي أترت واحد ضجة واحد زوبعة في الأيام القليلة الماضية مسألة أخرى أترت في المناقشة في جدول أعمال المكتب اليوم وهو بخصوص تعيين في المناصب المالية المحدثة برسم القانون المالي 2018 وعددها 25 أو 20 منصيب زائد واحد للخمسة ديال التقاعد بقى 25 25 باش قد نوضحوا للمسألة أن تسوية الوضعية ديال مجموعة ديال الموظفين جوج ديال الأطور من العدلة والتنمية جوج ديال الأطور من الاتحاد المغربي للشغل وسبعة ديال الأطور كانوا في وضعية ديوان تحولوا إلى الإدارة هي سبعة المجموعة هي 11 المنصيب من 25 بقى 16 ديال المناصب هناك الآن 16 منصيب شغيرة الإدارة مشكورة هي أن الحاجيات تم تقديم الحاجيات ديال المجلس من الموريد البشرية ومن الكفاءات خاصة في موقف التخصصات المطلوبة عدة التخصصات للمجلس المستشري المحتاج لها كذلك تم تقديم الدفتر التحمل هذه مسألة اللي مهمة سوف يكون هناك دفتر التحملات خاص بمباراة التوضيف لفائدات مجلس المستشارين وريدون أن أؤكد على أنه سوف يتم سوف يعهدوا إلى مؤسسة جامعية ذات طبع عمومي وخاصة سوف نرى ربما سوف نرى لنا الآن ما زال ما أحسنناش ولتكون مؤسسة جامعية ذات طبع عمومي سوف تكون المهمة ديالها مهمة ديال التنظيم دراسة الملفة ديال الترشيح والتنظيم المباراة في إطار يعني النصوص والقوانين التنظيمية الجاري بها العمل وكذلك سوف يعهدوا إلى هذه الجامعة وهذه المؤسسة الجامعية إجراء المقابلات الشخصية مع المرشحين الذين سوف يتموا أو الذين اجتازوا استجوا مرحلة الاختبار الكتابي وتدرس الاجتماع موضوع العلاقات الخارجية وتطرق إلى المواعيد المحددة للأنشطة التي سينظمها أو سيشارك فيها المجلس كما استمع إلى تقارير مشاركة وفود عن مجلس المستشارين في مهام دبلوماسية خارج أرض الوطن اشتركوا في القناة